السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام أكمل الحديث عن علامات الترقيم وأتحدث اليوم عن العلامة التاسعة من علامات الترقيم قوس التنصيص أو قوس الاقتباس أو القوسان المزدوجان وهذا الشكل هو الشكل الصحيح لها وبعد ذلك استخدم الكتاب شكل القوسين المزدوجين لعدم وجود الشكل الأول في الحاسب على برامج مايكروسوفت ثم بعد ذلك اشتهر الشكل الثالث وهو غير عربي وهو المتاح على لوحة المفاتيح وهم الشائعان في الاستعمال وأقول هذا الكلام حتى نعرف أن هذه العلامات كلها تعبر عن قوسي التنصيص أو الاقتباس يوضع بين قوسي التنصيص كل كلام ينقل بنصه وحروفه ولا يغير منه شيء كالأحاديث النبوية والحكم والأمثال وأقوال الآخرين من المتقدمين وغيرهم مثال على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هنا وضعنا الشكل الأول ومن الممكن أن نستخدم الشكل المتاح لنا مثال آخر قال أبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ألسنة الحكماء تجود بالعلم وأفواه الجهة لتفيض بالسفه كما يوضع بين قوسي التنصيص عناوين الكتب والمقالات والأبحاث والمجلات والقصائد مثال قرأت كتابا نحو المصفى للدكتور محمد عيد وضعنا عنوان الكتاب بين قوسي التنصيص كما يوضع بين قوسي التنصيص الكلمة التي يتم الحديث عنها مثال إن ذهب فعل ماضي فتكون كلمة ذهب فعلا ماضيا مبنيا على الفتح في محل نص باسم إن فهو هنا وارد قنص ولم يرد باعتباره فعلا وإلى هنا أرجو أن أكون قد وفقت في بيان المواضع التي نضع فيها قوسي التنصيص أو الاقتباس وفي الختام أدعو الله لي ولكم بالتوفيق وإلى اللقاء مع علامة جديدة من علامات الترقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته